صباح الخير 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 هي بالعربي زومال زومال صحيح واللي هي دعمت كتير بروجيكت يعني قدروا ينعملوا من ورا هيدا البلاتفورم فبيفوتوا على زومال.com وبيفوتوا على البروجيكت لبنسبين فاستيفل طيب لحد هلأ قد يصرته يعني أنه هلأ منعيت ونقول بلس بس بعد في أربع تيام أو ماشي حالا لا بلس بس في أربع تيام يعني عم نوصل نحن المينمم اللي عايزين لنعمل المهرجين هو 30 ألف دولار تقريبا ناقصنا حوالي 1500 دولار يعني عن جد بطل في كتير يعني منقصنا كتير هلأ بأرضى هلأ أنت ودهرة مسلمك الشيك بغري وفاق هلأ منعيت بعد ناقصنا 1500 دولار نحكي هلأ عن المهرجين الفيلم اللبناني اللي مثل ما تكرنا هو بدورته 12 وكل سنة عم يكبر أكتر وأكتر لأنه عم يستقطب بعدد كبير من الأفلام القصيرة والمطويلة كمان اللبنانية اللي عم تنشط أكتر وأكتر بهالسنوات الماضية وأيضا أفلام عربية كمان على سعيد لأنه عم توسعوا أكتر تعاونكم مع دول عربية وأيضا مع فوندسيونات أو كمان مؤسسات عم يشتغل بحق للسينما كيف السنة تطور كمان وكيف كبر المهرجين هلأ هو المهرجين متخصص للأفلام اللبناني والمخرجين اللبناني ولكن كل سنة نعمل مثل هيك أنه شبك صغيرة أو تحية صغيرة لا سينما معين أو لبلد معين هالسنة الكبيرة الكبيرة تبعتنا هي مع سينة دانس أمستردام وهو من أكبر مهرجينة أفلام الرأس ففي تحية للرأس بالسينما هالسنة في كمان تعاون مع سينيفيليا سينيفيليا هي شركة باست بني يورك وتتخصص لتدعم وتفرجة أفلام من العالم العربي فهذا كمان هذا شبك صغير العالم العربي أو الدول العربية فيه ساشن لأسينيفيليا وفيه كمان هيك مثل ساشن صغيرة لأفلام عراقية حينعرضوا كمان بس المهرجين بيركز أكتر شي على الأفلام اللبنانية والمخرجينة اللبنانية فيه تقريبا 40 فيلم أصير وطويل الأفلام اللبنانية فيه 40-45 فيلم صح فيه أفلام روائية وسائقية تجربية فيه أفلام رأس كمان فيه فيلمين رأس لبنانية فالبروغرام كتير حلو هاي دي السنة ويعني إن شاء الله كلهم كل عالم تجي وبتحضر وبتنبسط رح نخبرهم كمان إنت رح يصير الفاستيفال وكيف طريقة كمان حصولهم على البطاقات ومشاركتهم أنا بخلينا أشوف تريلر الفاستيفال اشتركوا في القناة موسيقى وهنا عم نشوف التاريخ طبع هالمهرجين اللي رح يصير بين 30 شهر أيار وثلاثة زيران المقبل كيف رح يتقسموا هالأفلام وكيف طريقة مشاركة كمان كل الناس اللي بيحبوا يدنبوا لألكون ويشاركوا بهالمهرجين البروغرام خالص خالص هالسنة عم نعرض الأفلام ببيروت سوك سينيما سيتي حيكون الافتتاح بثلاثين أيار حيكون في ثلاثين حوالها الساعة سبعة ونص عشية حيكون في بعدين ثلاثة ييم كل يوم في تقريباً يعني كل يوم في تقريباً العشرة عروضات بين الثمانية والعشرة عروضات وآخر يوم بيكون فيه الاختتام ورح يكون من أي ساعة لأنه بعدين رح يصيروا خلال النهار كمان العروض ايه وهنا بيكونوا أكتر شيء ستة ثمانية عشرة تقريباً ايه طب كمان بنا نحكي وانا عن لجند التحكيم اللي هي رح تختم بالآخر المهرجين كيف تم اختيار لجند التحكيم كل سنة من استضيف عالم بالسينما هالسنة في معنا جرش خباز زينة دكاش سوريا بغدادي وبراد ساوندرز اللي جاي من قلي اللي هو كاتب سيناريوية زينة مثلاً كانت معنا هديك السنة بالمهرجين ربحت جايزة أفضل فيلم وسائقي صحيح فمبسوطين أنه هي بيجند تحكيم هالسنة وجارج خباز كمان صديق العزيز أكيد وسوريا بغدادي كمان أكيد زوجة مارون بغدادي المخرج الكبير الراحل اللي عم تكفي بالأرث تبعه لمرون بغدادي وهيدا اللي من نبسط فيه رحل كبير بكير وهي بعضها مكفي وبعضها متابعة بالحقل الفني السينمائي والراقص وفاق إذا بنحكي شوي على طريقة يعني الاختيار لهالأفلام يعني خاصة وأنه بالآخر عندهم كريتيريا معين اللي حتى يقدروا يفوزوا بالجوائز يعني هون لما بينواجد لجنة تحكيم بنحط الأكتر على الأفلام وبصير كمان المنافسة أكبر وبصير الجهد أكبر بنحط لحتى يقدروا يفوزوا بهالجايزة كيف رح يمشوا يعني لجنة التحكيم كيف رح تحضر هالأفلام وشو هن الجوائز رح يتم تقديمها بالآخر لجنة التحكيم بيحضروا كل الأفلام أكيد اللي هن تنقوا وآخر شي في أربع جوائز في أفضل فيلم رواقه أفضل فيلم وسائقي أفضل أول فيلم لأنه منحب ندعم كمان المخرجين الجداد وأفضل فيلم تجريبة هلأ الأفلام اللي تنقت كان فيه لجنة كمان عم بتنقل كان فيه سيلكشن كومتي حضره هي ذاتة لجنة؟ لا غير لجنة فيها كان ويسام شرف ناديم ثابت وليانا قصير اللي حضروا يعني مئات من الأفلام وبعدين انه اختاروا وعملوا هيدي السيلكشن اللي هي البرنامج تابعنا اليوم اللي هن هول الأفلام اللي عيحضرون لجنة التحكيم لآخر شي أدمر جوائز ويسام كمان كان ضيفنا قبل وهلأ عم بيحضر فيلمه وهلأ مشارك إن شاء الله بيكان كمان صاح مبروك لويسام لأنه فيلمه بيكان أكيد وفعلا الواحد بين أفلام كمان عديدة عم تكون موجودة وعم بيتكاتر عددها وعم بيتخصص لهم كمان جزء كبير مع فوندسيون لبان سينيما مع سيني فوندسيون وغيرها من المؤسسات تبس أنا عندي السؤال يعني أنه السنة نحن هلأ عيطنا صرخنا وسكرنا على شو سمعتوها مش فاندريدينج كراود فانديق أوكي سنت الجاي شو بتكون تعمل بدنا نبلش من هلأ نفكح بدنا نخلص السنة لا لأنه واحد يقوق ايه يعني عن جان ما هيك سؤال ما يطرح هلأ صراحة لحتى اللي يعرف من هلأ يعرف نحن تفاجأنا إيجيبيا لأنه كأنه هالسنة كان عن جد كان عشوية ما حيصير في مهرجين مش لأنه العالم ما بدا تساعد لأنه مش قادرة تساعد متأدي السنين اللي قبل والمهرجين صارلوا 14 سنة يعني مهم يستمر فهالسنة وقتقلنا للعالم أنه أوكي عن جد بنا دعم في عالم دعمتنا ومن وراهم صار في مهرجين إن شاء الله سنتجي بيكون في وعي أكبر بيكون في دعم أكبر وبتكون الحالي أفضل إن شاء الله يبتر في زبالي هايزا بالجراج الأولى لأنه بيصير بيصير حلقة مفرغة يعني وهيدا للأسف عم يجر كل واحد يعني كل مجال عم ينضرب من خلال مجال آخر وهيدا دايما نمطمحه إن شاء الله يا رب لأيام اللي جاي تكون أنظف وأحلى راح نشوف هلأ كمان الدعم اللي عم بيصير للممثلين بخلال هالمهرجيس السينما هي ميليشيا الأساسية اللي بتخلق حضارة مجتمع واللي بتعمل تاريخ وللي ما بتروح بتظلم حطوطة بالمكتب بكل العمر السينما الليبنانية هي جزء من حضارة لبنان مهرجان الفيلم الليبناني المحطة أساسية من وقت ما بلش عرضت خلاله تسعة من أفلامي ودايما كان بالنسبة لألي محطة لقاء الجمهور اللي بيحب السينما والجمهور العريب ميليشيا شهرزاد داييري وان في لبناني فيلم فاستيفل 11 ادتشان 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 ميليشيا ميليشيا من أي ادتشان ادتشان ميليشيا بجدد بالنسبة لكي يوكل موسيقى 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 نحن يقولوا أكيد الصعوبات كبيرة بس الحلم إذا منواجد ما فيه واحد يحقق أشياء مقبيلة هوني كمان يحصلون المشاهدين أو الجمهور على البطائر يحصلوا عليها قبل وقت من خلال دخولهم على السايت أو يحصلوا عليهم بأرضة يعني دغري بالسينما نحن يحصلون ببالسك سيليما سيتي يعني البرنامج يخلص اليوم يعني سيكون أنلاين باليومين الجيين العالم فين يحجق بوقت فين يجو ويحجق ضغري ما في مشكلة مثل أي عارض سينمائي عادي طب كمان بالظل هلأ النشاط اللي عم ترجع تشهده للسينما اللبنانية دايما منحكي أكيد على الانتاج اللي عم يكون فيه صعوب كتير لتأمينه عم بتم أكيد الشغل كتير لحتى يتأمن مثل ما ذكر كمان أحد الممثلين أنه إذا واحد بشيل طابق بيقدر يعمل فين صحيح لأنه مليون ونص بيكلف أوقات الفيلم وأوقات عم بيتكلف هلأدل عم بيكلف هلأدل فيلم وما عم بيكون زوجودة جيدة كمان وهذا هون المؤسف يعني بيكون أوقات فيلم عنده بجت محدود وبيقدر ينجم مثل ما ملؤون بعدين ما نزل بتم الشغل إدارة الممثلين وكتابة السيناريو قديش عم تشتغله هيدا وتتبعوا عليه على مدار السنة هلأ نحنا إنه مهمتنا الأساسية إنه نعرض الأفلام في مؤسسات غير عم بيدعموا الكتابة السيناريوية أو عم بيدعموا بالبجت نحنا هالسنة عم نقدم من خلال الفونداسون ليبان سينما والفرانكوفوني عم نقدم جائزة للبوست بردكشن يعني حدا عم بيخلص فين حيتأمن له مبلغ معين إنه مساعدة لا يقدر يخلصوا بطريقة جيدة ولكن هيدا المهرجين الفوكس لابعه إنه يعرض أفلام لبنانية بلبنان تكون عندهم كأنه المخرجين ببلدهم يعني هذا شيء كتير مهم بالنسبة لنا وبنسبة لألون أكيد ولما عم تعرضوا هيك أفلام من خلال مهرجين عم بتحسسوا كمان الناس وكمان ينعرضوا أكتر بصلاة السينما يعني ينزلوا ضغري على الفيلم اللبناني ويشجعوا لحتى ما يعطوا كمان فرصة للبلوك باستر الأجنب أكيد يروحوا على غير مهرجينات كمان يعني في كذا مخرج انعرض فيه الموبل المهرجين بالدورات اللي قبل وهلأ صاروا بمهرجينات مثل بغلاهم مثل كان فهيدا الشيء كتير بيبسطنا أكيد يعني أنه هيدا الدعم اللي عم نجرب نقدمه عم بيوصل لمحال عم بيلاقوا نتيجة فيه المخرجين وهيدا الهدف تبعنا بالنهاية كلته فيه إن شاء الله من 30 أيار ل3 حزيران سبعة ونصف الافتتاح رح يكون ب30 بسينما الستي بأسواق بيروت أكيد اللي عم تفتح صلاطة كمان لكل الأفلام اللي بستيها لتنعرض بها الصلاط بأسواق بيروت شكرا كتير لقليك وكل التوفيق لقليك ولكل فريق العمل شكرا غادة أنا بشوف المشاهدين بكرا إن شاء الله أهلا وسهلا رح ينترك بكرا نحن هلأ رح ناخدوا برأيكم نرجع من تابع شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر